كابتر حمزة الجمل بعد المباراة قال إن الإسماعيلي قدم مباراة قوية جدا على الرغم من كل الضغوطات الموجودة على الجهاز الفني واللعبين وقال إن نتيجة مش في صالح الإسماعيلي ولكن إنه قال أو أكد إنه سعيد بالأداء اللي قدمه الفريق عشان قدم نموذج فني كبير جدا في الضغط والاستحواز وقال كمان الإسماعيلي بحاجة إلى مشروع وتقطيط استراتيجي للفريق من أجل النهوض وحل أزمة فريق الكرة نكلم كمان عن نمو المخاصة ببيع وشراء لعبين وقال الحديث عن بيع أي لعب في الفريق دلوقتي يخص إدارة الإسماعيلي وهو لا يخص هنا كجهاز فني اللي احنا مركزين الفترة دي على إن الفريق يقدم مباريات جيدة وقال إنه اللاعب اللي هيشوفه لازم يستمر مع الفريق هيبلغ الإدارة بهذا الأمر عشان يكون موجود في القوام الأساسي للفريق ده طبعا رد على كلام إنه باهر المحمدي ماشي كلام على إن أحمد مدبولي ماشي كلام على إن عبد الرحمن مجدي ماشي فهو قفل الموضوع وقال إن الموضوع يخص إدارة النادي كابتل حسن عبد الرب ومدير الكرة بالنادي الإسماعيلي أكد بعد المباراة إنه مش هيمشي من نادي الإسماعيلي تماما تماما وقال إنه من الممكن فقط إنه يعني بياخدنا الوقت أحيانا إننا عايزين نركز مع الفريق إن الموضوع صعب شوية إنه هو ده اللي ممكن ياخدنا لكن مش ياخدنا أفكار أخرى إنه نرحل عن الفريق في الوقت الحالي وقال إنه هو موجود في الفريق طول الوقت وطول الوقت هيبقى داعم للنادي الإسماعيلي قال كمان إنه ما فيش خطة للموسم المقبل وده بيقلقوا شوية وعايز يبقى فيه خطة من مجلس الإدارة للموسم اللي جاي عشان ما يخشوش الموسم اللي جاي بنفس الأسلوب اللي دخلوا به الموسم الحالي وأكد إنه مش مع أو ضد أي لاعب لكن هو يتحدث فقط إنه لابد إنه يحصل جلسة مع الجهاز الفني عشان يشوف رؤية الجهاز الفني الفنية الفترة اللي جاي في اللاعبين سواء اللاعبين الباقيين أو الراحلين دي أبرز تصرحات الكابتن حسني عبد الربو بعد هذه المباراة مباراة الزمالك والإسماعيل التي انتهت بفوز الزمالك بهدف دون رد في كأس مصر